في فلسطين تصدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتظاهرات التي خرجت في مختلف المدن الفلسطينية والمنددة بقرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جادي إزغنوكوت بوضع مختلف الوحدات العسكرية بحالة استعداد لمواجهة أي طارئ وإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية واندلاع مواجهات واسعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة من جانبه أوصى رئيس وزراء إسرائيل بن يامين نتنياهو وزراء حكومته بالتزام الصمت وعدم الإدلاع بأي تصريحات للإعلام إذا قرار ترامب